نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أمفاند كات مشاهدين أهلا بكم أجرى رئيس الحكومة سيد عزيز خنو شمس الخميس بدار البيضاء بحثات مع الوزير الأول بجمهورية ساوتومي وبرنسب الديمقراطية باتريس إمري تم خلالها بحث سبو لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين والتي تندرج في إطار رؤية صاحب الجلال الملك محمد النسادس نصره الله الرمية إلى تطوير التعاون جنوب جنوب لفائدة القارة الأفريقية وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة سيد خنوش أكد أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله على استعداد لتقاسم خبراتها مع البلدان الأفريقية الشريكة وأضاف البلاغ أن المسؤولين أعربا عن ارتياحهما لمستوى التشاور السياسي القائم بين البلدين مشيرا إلى أنه تم التنويه بدعم جمهورية ساوتومي وبرانسبي ديمقراطية لمغربية الصحراء حيث قامت بافتتاح قنصلية عامة لها في العيون شهر يناير من عام الفين وعشرين أفضت وزارة ولوقاف وشؤون الإسلامية اليوم الجمعة بأن المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف حج 1446 هجرية بالنسبة للمسجلين في لوائح الانتظار ستكون من التاسع إلى الثالث عشر من دجمبر المقبل وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه بالنسبة للمواطنين والمواطنات المسجلين في لوائح الانتظار حسب الترتيب الذي أصفرت عنه عملية القرعة والذين سيعوضون من لم يؤدوا مصاريف الحج لموسم 1446 هجرية في المرحلة الأولى ستكون المرحلة الثانية لاستخلاص مصاريف الحج من يوم الاثنين التاسع من دجمبر إلى غاية يوم الجمعة الثالث عشر من دجمبر الفين واربعة وعشرين مع قبول الشيك المصادق عليه وفي خبر آخر تم أمس تدشين المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا بيتانجا والذي يمثل استكمالا لخطوة أولى مهمة ضمن عملية ستفضل تجميع مصالح القنصلية العامة والمعهد الفرنسي بيتانجا في البناية التاريخية بساحة فرنسا وسط المدينة المقر الجديد للقنصلية العامة لفرنسا في طنجا يمثل استكمالا لخطوة أولى ضمن عملية لتجميع مصالح القنصلية العامة والمعهد الفرنسي في البناية التاريخية بساحة فرنسا وسط المدينة حفل التدشين حضره على الخصوص سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتي ووالي جهة طنجا تتوان الحسيم يونس التازي ورئيس مجلس الجهة عمر مورو وعدة شخصيات أخرى القنصلية العامة لفرنسا تم نقلها إلى البناية التاريخية التي كانت تضم مقر إقامة القناصل العامين لغاية سنة 2021 بناية شودت قبل 150 سنة فتم الأخذ بعين الاعتبار أثناء أشغال إعادة التأهيل الحفاظ على طابعها المعماري الخارجي إلى جانب تعزيز هيكل البناية وترميم أساثها العتيق المتفرد قرب عدد من المنتخبين الفرنسيين والمغرب في مقر مجلس الشيوخ في بارس تجارب المغرب وفرنسا في مجال الانتقال البيئي وتميزة هذا المنتدى الذي نظم تحت شعال انتقال البيئي في الأقاليم الترابية رؤى متقدعة بمشاركة ثل من الشخصيات السياسية من مختلف الانتماءات وخبراء من كلا البلد انتقل لشيما أكا في إطار المنتدى الثالث للمنتخبين فرنسا المغرب المنظم بمقر مجلس الشيوخ ببارس التأم عدد من المنتخبين الفرنسيين والمغرب والهدف مقاربة تجارب المغرب وفرنسا في مجال الانتقال البيئي سفيرة جلالة الملك في فرنسا السيدة ساميرا سيطايل وفي كلمة لها خلال افتتاح هذا المنتدى أكدت أن جمعية دائرة أوجين دولاكخو قد رصخت نفسها كمركز فكري يجسد مجموعة من القيام التي تجمع بين المنتخبين من فرنسا والمغرب دعية في سياق هذه المرحلة الجديدة من العلاقات الفرنسية المغربية إلى تجسيد قيم الحوار والتضامن والتعاون التي تشكل مصدر قوة لهذه العلاقة نحن سعداء جدا بنعقاد هذه الدورة الثالثة للمنتدى بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إمانويل مكرون للمغرب والتي تميزت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع التركيز بشكل خاص على الانتقال البيئي موضوع اللقاء مهم للغاية لأن كل ما يحدث على المستوى السياسي والاقتصادي يتمحور حول الطاقة وزيرة الانتقال الطقي وتنمية المستدمة سيدة ليلى بن علي وفي مداخلة لها عبر تقنية الفيديو قالت إن الاتفاقيات العديدة التي تم توقيعها بين البلدين تشكل إشارة لجيل جديد من الشراكات الاستراتيجية الأكثر طموحا وجرأة لمواجهة مختلف تحديات التي تواجه فرنسا والمغرب وخلال حضوره الاجتماع الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أجرى وزير العدل عبدالطيف وهب مباحثات مع عدد من نظرائه العرب وفاقي التفاصيل في تقرير لهشان فرحان على هامش عقادي الاجتماع الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أجرى وزير العدل عبدالطيف وهبي مباحثات مع نظيره المصري عدنان فنجري مباحثات همت عددا من القضايا أهمها تبادل التعاون في ميدان التشريعات وزير العدل المصري الذي عينا أخيرا والذين همنا فتحنا معه نقاش حول مجموعة من القضايا خاصة تبادل المعتقلين إلى غير ذلك من القضايا المطروحة علينا بشكل مشترك وخلنا أن نتعاون وتبادل التشريعات في مجال الدكال الاصطناعي إلى غير ذلك من القوانين وفي نفس اليوم التقيتم مع السيد وزير العدل العراقي الذي كانت لقاء مع الحميمي في الحقيقة وتناقشنا وتقرر أنه ننوقع اتفاقيات في البغداد في أقرب الأجال الاجتماع الأربعون لمجلس وزراء العدل العرب ناقش مجموعة من القضايا من قبيل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تمت مناقشة الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية في موضوع آخر صدق مجلس جماعة دار البيضاء أمس الخميس خلال دورة استثنائية على مشاريع تروم تطوير المصار التنموي وتعزيز العرض السياحي الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة بقي التفاصيل مع سحر أميمون خلال دورة استثنائية برسم شهر وانبر الجاري صدق مجلس جماعة الدار البيضاء على مشاريع تروم تطوير المصار التنموي وتعزيز العرض السياحي الذي تشهده العاصمة الاقتصادية للمملكة كما صدق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة التي ترأستها رئيسة المجلس نبيل الرميلي على اتفاقية شركة لدعم سياحة المدن وتطوير السياحة الثقافية بالمدن والمواقع الأثارية بالجهة هذه الدينامية التي تعرفها مدينة دار البيضاء تستوجب اليوم القيام بدورات ودوراتها لكن لازم لأننا ندر دورة كل شهر سنتدرها لأن الغرض اليوم هو جعلها اتفاقيات تخرج الوجود والمشاريع تخرج الوجود داخل مدينة دار البيضاء اتفاقية شركة تم توقيعها أيضا مع وزارتي الداخلية والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وولاية الجهة والمجلس الجهوي ومؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء وشركة الدار البيضاء للنقل وشركة ألزى البيضاء من أجل اقتناء حفلات سياحية لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات بالإضافة إلى تعديل اتفاقية شركة مع وزارة الشباب وثقافة والتواصل لتنصيق وتنظيم تظاهرات ثقافية وتأهيل ثقافة والتراث المعماري التاريخي بالجماعة اليوم دورة ستنائية بامتياز عندها عنوان وهو السياحة داخل مدينة الدار البيضاء بجميع مرافقها التقافية الرياضية الاجتماعية يعني كين واحد المجموعة اليوم لزو دي العنس بعتها واخد واحد القسط موفور من الزمن للنقاش باش يمكن لنا نفتح جميع المرافق الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء شكلت مناسبة للمصادقة على باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال تتواصل بطنجة فعاليات ملتقة تشغيل تحت شعار فرص جديدة فاق واعدة والذي يروم تعزيز وتدبير التشغيل المحلي للشباب والنساء في طنجة وتتوان الهدف من هذا الملتقة في تقرير سعاد أهريرش هو فضاء يلتقي فيه الشباب الباحث عن العمل والعارضون من المؤسسات الاقتصادية والصناعية بحثا عن فرص جديدة وآفاق واعدة الملتقة يجمع عدة فاعلين محليين ودوليين هدفهم مناقشة قضايا التشغيل وفتح آفاق جديدة للشباب والنساء بمدينة سيد طنجة وتتوان هذا المنتدى للتشغيل هو مهم لأنه يجمع واحد العدد المهنيين وتبارك الله يعني العروض دي العمال كثيرة جدا في المنطقة اليوم الهدف هو أن الحكومة جايب واحد العرض للخدمات جديد ميزانية مهمة كتفوق الـ 14 مليار دي الدرهم في هذا قانون المالية ونبدأوا بابتداء من البداية دي السنة في واحد العمالية دي تشغيل كبيرة تشمل خصوصا الناس لما عندهم الشهادات الملتقى الذي تستمر فعالياته إلى غاية الثلاثين من شهر وانبر الجاري يشكل فرصة للاطلاع على مختلف البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في مختلف المجالات وكذا تواصل مع الخبراء والمختصين في مجال التشغيل تخليدا لليوم العالمي لمكافحة سيدا جرى اليوم الجمعة بيقادير الاحتفال بمرور عشرين السنة على إنشاء أكبر مركز مرجعي للتكفل بمرضى سيدا بالمغرب والذي يتابع حالات أكثر من خمسة آلاف شخص متعايش مع الفيروس وأوضح بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا الاحتفال الذي يندرجه في إطار الاستراتيجية الوطنية والجهوية المندمجة لمكافحة سيدا والأمراض المنقولة جنسيا والتهابات ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي بحضور والجهة سوس مسا عامل عمل عمل أقادير إيدو تنان وعامل أقليم أو أقاليم عملات الجهة ورئيس مجلس الجهة وشخصيات أخرى وفي ذات سياق دع المشاركون في ورشة ترافعية تحسيسية نظمت بمدينة السويرة إلى تعزيز ولوج الفئات الأكثر عرضة للإصابة والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى خدمات الوقاية والكشف والعلاجات وذلك وفق مقاربة تراعي حقوق الإنسان تقرير لشيماء بك المشاركون في ورشة ترافعية تحسيسية نظمت بمدينة الرياح دعوا إلى تعزيز ولوج الفئات الأكثر عرضة للإصابة والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة إلى خدمات الوقاية والكشف والعلاجات وذلك وفق مقاربة تراعي حقوق الإنسان الآن جميع المعطيات العلمية تقول أو تشير بأنه ممكن القضاء على مستداف حلول إلى سنة 2030 إذا أكيد أننا استطعنا أن نستجيب الشرط المطلوبة منها أنه 95% من الأشخاص المتعيشين يجب أن يعرفوا أنهم حاملين الفيروس وبذلك واجبت تجيعهم على القيم بالخطوة المتزم في التشخيص هي تظاهرة تندرج في إطار مجهودات تفاعل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة حول حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة المكتسبة وداء السل والتهابات الكبد الفيروسية 2024 2030 التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الصحة تتكفل بالجانب البيوت طيبية وكذلك مؤسسة الإجاب الموضوعات يعني تدرو بزاف ديال المجهودات من أجل تكفل بمرضى حامل السيدان كان الهدف من هذا اللقاء هو أننا نقوم بواحد الورشة للغرض منها والرفع من درجة وعي هذه الشركاء بالقوانين والتنظيمات التي تحول دون ولوج الفئات المستهدفة ببرامج محاربة السيدة للعلاج والخدمات الصحية وتم خلال هذا اللقاء تسليط الضوء على التحديات المستمرة التي تعترض الولوج الشاملة لخدمات الوقاية والرعاية الخاصة بالفئات الأكثر عرضة للإصابة والمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة ولسيما الحواجز القانونية والاجتماعية والبنيوية احتضنت المدرسة العليا للأساتدة بتتوان مؤتمرا دوليا لعلوم التواصل بمشاركة ثلما من الخبراء الدوليين والباحثين والأكاديميين من مختلف دولي العالم بقي التفاصيل في تقرير لسحر من أجل تواصل محفز لكوكب الأرض محور مؤتمر دولي لعلوم التواصل احتضنته المدرسة العليا للأساتدة بتتوان بمشاركة ثلة من الخبراء الدوليين الباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم الفعالية الأكاديمية تروم تناول القضايا المعاصرة المتعلقة بالتواصل ودوره الأساسي في مواجهة التحديات البيئية العالمية كما تعرفون علوم التواصل هي علوم مهمة بالنسبة لمختلف مرافق الحياة ومرافق واليوم نتشرف باستضافة مجموعة من الخبراء في علوم التواصل من مختلف الجامعات الدولية المؤتمر في نسخته الثانية يشكل حدثا بارزا يجمع بين الباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وجمايكا والبرتغال وفرنسا والساحل العاج ورومانيا والمغرب أنا سعيدة جدا بهذه الدعوة للتحدث بشكل خاص عن الجانب التطبيقي للبحث الأكاديمي وذلك بوجه استفادة الباحثين الشباب من هذا البحث العلمي لا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية هناك حديث حول عدة محاور المحاور التي دور اليوم المؤتمر 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 الدولي يتضمن يتضمن محاضرات وذلك في طريب برنامجها السنوي خميس الأندلسية تقليل جانب فرحل الدورة الثانية والعشرون من خميس الأندلسيات المنظمة من قبل جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة شكلت مناسبة للاحتفاء بالطرب الأندلسي من خلال تقديمه في قالب إبداعي متميز جوق جمعية نجوم الأندلس برئاسة عبدسلام الأملاحي الوزاني تفنن في عزف باقة من النوبات والقصائد الأندلسية قصائد ونوبات رددها الحضور بما تحمله من أصالة ترنو دوما إلى التجدد وتعد هذه التظاهرة فرصة لتأكيد الأهمية التي يحظى بها هذا الفن الأصيل عند المغاربة وضرورة نقله لأبنائهم وللأجيال الصاعدة وتدريسه في المعاهد الموسيقية رياضيا أعلن الاتحاد دول لكرة القدم الفيفا اليوم الجمعة عن قائمة اللاعبين الأحدى عشر المرشحين لتشكيلة فيفا الأفضل لسنة عشرين عشرين والتي تضم اللاعبين الدوليين المغاربة ياسين بنو أشرف حاكمي وسفيان رحمي وتتوج جائزة فيفا لأفضل تشكيلة اللاعبين واللعبات الأفضل في العالم في مراكزهم ويرشح اللاعبون واللعبات للجائزة حسب آدائهم ما بين ما بين 21 من غشت 2023 والعشر من غشت 2024 ويرش 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 اشترك وشهدين نكون قد وصلنا الختم هاته النشر نشكر لكم تريبا لمتابع فرمانيلا اشترك